موضوع لذيذ للي يهتم باللغات وما يملك بديهة اللي ما لخلق سوها الشكل ترك بالتك توك مبصف مدرسة المزاج العصبي ومعاني الكلمات تلقى في كلمات حسية طريقة نطقنا للكلمة تحاكي شعور الكلمة أو تحاكي إحساس الكلمة يعني جيت بتقول حرارة حامي حرقة حريق حرورة شوف دفعت وانت تسمع وهي كلها تاني الحرارة ولما تلقى العكس مثل البرودة برد غير ما لها ذلك الاحتكاك وين موطن النطق هني شوف حرارة ولكن لما تلقى البرودة تلقى الهوى يجري أكثر هنا فيعطيك إحساس أكثر محاكي لشعور البرودة طيب خذ هالسالفة هذي واسقطها على لغات ثانية لا لا هذا حظ دبلة تكمل الفيديو ترى هذا مو دارس هذه نظرية أنا أسالف للمهتمين باللغات مالك خلق لا تكتب بطريقة ضع وقت ويكمل يكتب طيب ضع وقت كنت تكتب تشون روح بيتك نشوف الحين أسقاط على أنا كنت ما بي أضحك بهالفيديو أنا أضحك تيت ضعكة المتنمر اللي بصرف أنا أستاذ ما أنا زميلك الحرورة مثلا بالتركية سجاك تعطي إحساس في كبس وسرعة سجاك ولكن لما تقول يعني البرودة بالتركية شوف لعبت سوك بالانجليزية لعبت حامت ولما تقول الحرورة بالانجليزي ترقى هاها heat hot اليمام ابن مضوح يقول صوت البقبقة هو صوت غليان الماء سموه العرب كما سمعوه بقبقة ومنها مفرد حشرة البق بققة طز بالبقة خلنا نركز على سالفة الحرورة شي يقول لسان العرب إنه بققة عند العرب كذلك تعني معنى آخر ليس فقط الحشرة لأن الناس بيكنحون على الحشرة هذه داشة أذنو بققة في لسان العرب تاني الحرورة فنحن في الكويت نقول موت خيس حر بققة قول بققة شوي شوي تنتتم تحاكي الرطوبة تاني الحرورة تاني الحرورة اي لا تتتوقع